الواقع الناس لكن على ذكر المواوي اللي كنا نقولها زمان هو أنا منتظر موال هذا موال تعزي طبعا ويحاكي تقافة تعزية وملالة نسمع غلاء لا تسألوني من كام ما فيش رخيص في اليمن غير الدام طبعا الملالة مؤثرة بشكل كبير خاصة في مدينة تعز إن شاء الله دموعك يا أستاذ فهد تكون آخر دموع لأبناء مدينة تعز وأبناء اليمن الحبيب نحن أسفين طبعا قلبنا المواجع خليتني بكي هو يؤلم واحد عند زمان كنا نتكلم عن الغلاء لكن نقول الآن ما فيش رخيص غير الدم نوسمح دمنا ومؤلم للجميع تحية لك أستاذ قال ابن الدنيا إذا سأل الله أسمع دعني فريق هو شوف تاعز ما كانت استحق والإمن العموما ما كانت استحق من من العصاه من أبناء أهل اللي حصل لها اليوم نحن نقب ما أتي إلى هنا بيومين كنا في قبهة القوف والجيس الوطني رحنا توقيه كوننا نعمل في التوقيه المعنوي التقنا بين القوات المسلحة وقلسنا مع الشباب وكذا فصادف أنه كان في معهم هجوم في نفس الليلة اللي كنا فيه فعملوا هجوم طبعا الساعة ثمت ونصف الليل والحمد لله كان لنا شرف أنه كنا رافقناهم الساعة ست صباحا كان قد سيطروا على المواقع ونشوف الضحايا الحوثي يعني شيء بالرغم من السوء ومن الشر اللي فعله عبد الملك لهذا المقرم الإرهابي عبد الملك الحوثي في اليمنين إلا أنه أكبر شر يرتكب عبد الملك الحوثي في حق حتى من يقاتل معه نتفاقى الصباح الساعة ست وحظ باطل استخبارات يقول لي يا ستاة كعال شوف القتل الحوثي كان قتل الحوثي ثمانية أكبر واحد أقسمه بالله ما يتقاوج عمره 14 سنة 13 سنة 12 سنة أطفال أطفال يعني يفترضون الآن يكون في المدرسة يعني حتى الطفول انتهكوا أيوة يعني حتى القيش الوطني يوم حرر المنطقة كان الشباب من شف القتلى شوفوا وجوههم يعني كانوا يقولوا عندنا وجوههم أقولهم ما لكم يعني هذا مش وجوه نصر الفرط تكونوا أنتم فريحين الآن إحنا انتصرنا بفضل الله وحررنا منطقة من هذه الكهنوت قال يا أخي احنا تقاتلنا في الليل في الليل كانت المعركة زي ما شفت ما شفنا من نقتل فقال الصباح قينا في أطفال محاملين البنادق الطفل عمره 14 سنة فوق القمر القلمة الدية والرشاش ياخي ما تستهل الوطن منها كذا تقرب أطفالها وأبناءها للمعارك دماء 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 أحد أرسلت اليمن الطبيب وأرسلت الأستاذ وأرسلت ما في قرية إلا وهو لا زالت وما زالت ترسل للناس العلم ترسل للناس الثقافة ما أذت أحد تعز لماذا هذا الحقد على تعز لماذا هذا الكر لماذا هذا الإجرام في حق تعز لماذا فعلت تعز لكن بحقيقة الأمر لو لاحظ لو قد اليوم نقاتل حثيين نجد يلفع لماذا يقاتلون تعز لأن أصلا هذه الجماعة سيستيمها كما قلنا هي ضد الثقافة هي ضد الحياة وتعز هي الثقافة وهي الحياة مادم أن الثقافة والفن هو الحياة بالآخر لا حياة بلا فن لا حياة بلا ثقافة وتعز عنوان وإقونة الثقافة لذا لك كانت تعز وستظل تعز وستبقى تعز إن شاء الله ستنهض إن شاء الله